موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير وأهلا بكم لمرافقتنا في هذه الجولة الجديدة من برنامج السلطة الرابعة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار الواردة في صدارة الصحف المحلية والبداية من صحيفة الجمهورية الرسمية حيث جاء في صفحتها الأولى أوامر عسكرية تمنع تحرك الوحدات العسكرية المرابطة في أبيان ولجان الشعبية تناشط قيادة الجيش حسم المعركة مع القاعدة والدفاع ترجع التأخر إلى تمرد بعض أعوان النظام السابق وبأسندوات تعز حاضنة الثورات والنضالات التاريخية وسأوليها جل اهتمامي ودور الأوتام في اليمن بين العوز وتخلي المعنيين إلى صحيفة الثورة وتحت عنوان تيار الحكم السلفي يعلن انسحابه نهائيا من اتحاد الرشاد اليمني واللجنة العسكرية تناقش إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبن عمر الوضع في اليمن لا يزال هشا ومعقدا أما في أخبار اليوم وفيها إثر وساطات يقودها الإرياني وتأكيدات بإنصياع طارق ومعياد لقرار الرئيس عبد الرب ومنصر هدي وبن عمر يؤجل مغادرته لليمن وصالح ونجله يشتريطان تغيير العميد الحليلي أما في السادس والعشرين سبتمبر فقد ورد خبرا تحت عنوان توقعات بتشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية تمهيدا للحوار والآن ننتقل بكم إلى تفاصيل سريعة لأهم ما ورد في العناوين أوامر عسكرية تمنع تحرك الوحدات العسكرية المرابطة في أبيان اللجان الشعبيات تناشد قيادة الجيش حسم المعركة مع القاعدة والدفاع ترجع التأخر إلى تمرد بعض أعوان النظام السابق حيث ذكرت الثورة أن الطيران الحربي يوم أمس شن ثلاث غارات جوية على مواقع القاعدة في المناطق المحيطة بمدينة لودر وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة الواصلة بين منطقة المثلث والعين ما نتج عنه سقوط قتلى في أوسط القاعدة ونقلا عن مصدر محلي للجمهورية قوله إن الطيران شن غارات على جبل يسوف ومنطقة الكتائب التي كان يتمركز فيها الجيش سابقا وبحسب شهود عيان قولهم إن الغار الأخيرة دمرت مصفحة من نوع حميضة تابعة للقاعدة فيما قصفت المدفعية جبل مهيدان الواقع بين العين ولودر باسندوى تعز حاضنة الثورات والنضالات التاريخية وسؤوليها جل اهتمامي حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن باسندوى قوله إن محافظة تعز حاضنة الثورات والنضالات التاريخية وهي أحب المدن إلى قلبي وأهلها عزيزون وفي دمهم الوفاء وأضح رئيس الوزراء في تصريح للجمهورية خلال زيارته الأولى إلى تعز عقب توليه رئاسة حكومة الوفاق الوطني أنه قدم إلى هذه المحافظة من أجل الإطلاع على أحوال سكانها وتلمس قضاياهم والعمل على حلها وأشار باسندوى إلى أن تعز تحتل مكان كبير في نفس كل يمني وهي المحافظة الكبرى من حيث عدد السكان مؤكدا أن أبناء هذه المحافظة الباسلة تجدهم أينما يممت وجهك شطر المشرق أو المغرب من البلاد فهم موجودون في كل الساحات والميادين والمدن ويجب أن يثق أبناؤها أني سأولي تعز جل اهتمامي مشيرا إلى أنه عاش في تعز أربعة أعوام أثناء النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوى ومعه محافظ طاعد شوقي أحمد هائل وقيادات السلطة المحلية على سير العمل في مشروع المدينة السكنية بالحوبان والتي تتكون من 860 شقة موزعة على 43 مبنى بتكلفة 4 مليارات و 524 مليون ريال واستمع من وزير الأشغال عمر الكرشمي ووكيل محافظة تعز المساعد مهيب الحكيمي إلى شرح عن نسبة الإنجاز في المشروع إلى صحيفة الثورة وتحت عنوان تيار الحكم السلفي يعلن انسحابه نهائيا من اتحاد الرشاد اليمني حيث نقلت الثورة عن مصادر مطلعة أن القيادة العليا لتيار الحكم السلفي قررت في اجتماع لها أمس الانسحاب نهائيا من اتحاد الرشاد اليمني وذلك عقب حوارات عديد بين التيارات السلفية المكونة للاتحاد والمتمثلة في تيار الحكمة وأنصارهم والإحسان انتهت بقرار الانسحاب اللجنة العسكرية تناقش إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبن عمر الوضع في اليمن لا يزال هشا ومعقدا ناقشت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها أمس بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفر الاتحاد الأوروبي والملحقين العسكريين في صنعاء موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والتي تسير إجراءاتها الأولية حسب ما خطط له وفقا لخطة وبرنامج عمل لجنة الشؤون العسكرية وبالاستفادة من خبرات الجيوش الشقيقة والصديقة في هذا المجال وبحسب الثورة أشال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ميكي ليسير فونا دورسو إلى أن الاتحاد سيبعث وفد الأسبوع القادم إلى اليمن لبحث وتعزيز جوانب التعاون بين اليمن والاتحاد في المجالات التي تتطلب تعزيز التعاون فيها وأضاف بن عمر إن العناصر المختلفة من الماضي والمشتقبل يتعين عليها أن تتعايش خلال الفترة الانتقالية إلى أخبار اليوم وفيها إثر وساطات يقودها الإرياني وتأكيدات بإنصيع طارق ومعياد لقرار الرئيس بن عمر يؤجل مغادرته لليمن وصالح ونجلة يشتريطان تغيير العميد الحليلي حيث ذكرت صحيفة أخبار اليوم نقلا عن أحد أعضاء الوفد المرافق لسيد جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن قوله إن السيد جمال بن عمر أجل موعد سفره من اليمن أكثر من 48 ساعة الأمر الذي يشير إلى وجود تقدم فيما يخص انصياع أقارب علي عبدالله صالح لقرارات رئيس الجمهورية والتي لا تزال بعضها تواجه رفضا من قبل صالح وأقاربه وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن تأجيل مغادرة السيد جمال بن عمر لليمن تأتي على خلفية وساطة تقوم بها العديد من القيادات في المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتها الدكتور عبدالكريم الإرياني مشيرة إلى أن تلك القيادات قد التزمت للمبعوث الأممي بأن قرارات الرئيس الخاصة بتعين العميد الركن عبدالرحمن الحليلي قائدا للواء الثالث حرس وتعين العميد الركن صالح محمد الجميلاني قائدا للحرس الخاص بدلا عن كل من العميد طارق محمد عبدالله صالح الذي تم تعينه قائد للواء 37 مدرع والعميد الركن عبدالربو عبدالملك معياد قائدا للواء ثلاثة مشاه جبلي وذكرت المصادر أن بن عمر تلقى تأكيدات من الدكتور الإرياني بأن هذه القرارات سوف تنفذ وكشفت مصادر للصحيفة أن قائد الحرس أحمد علي عبدالله صالح وأباه طلبوا عبر وسطاء أن يتم استبدال شخص آخر عن العميد الحليلي ويتم تعين الحليلي في منصب آخر غير اللواء الثالث حرس الأمر الذي بحسب ما أكدته المصادر قوبل بالرفض شديد من الرئيس عبدالربو منصور هادي أما في صحيفة السادس والعشرين سبتمبر وتحت توقعات بتشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية تمهيدا للحوار وفي سياق الخبر قالت الصحيفة أن من المتوقع أن يصدر فخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية خلال ساعات القادمة قرارا بتشكيل لجنة الاتصال والتواصل المعنية بالتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنصوص على عقده في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة والذي ستشارك فيه جميع القوى والفعاليات السياسية اليمنية بدون استثناء وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي وعلمت السادس والعشرين سبتمبر عن مصادر مطلعة أن اللجنة ستضم ممثلين للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة بأدوارها الوطنية وسيكون للمرأة مشاركة فاعلة فيها إلى المواقع الإلكترونية والبداية من الأهالي نت وتحت عنوان رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الشركات التي تتعامل معها شركة النفط لنقل المشتقات النفطية غير مرخص لها ذكر الموقع أن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح عبدالله الوالي قائلا للأهالي نت إن وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية تتحمل كافة التبعات المتعلقة بأي أزمة في المشتقات النفطية نتيجة إضراب سائقي الناقلات كونها هي من تحدد الأجور وتتعامل مع الوكلاء بصورة فردية ودون التنسيق مع الهيئة في ذلك ونقل الموقع عن وكالة الأنباء اليمنية سبا أن الوالي أوضح أنه بحسب قانون إنشاء الهيئة فإنها المخولة بالترتيب والتنسيق مع شركات النقل المحلية لعمليات نقل المشتقات النفطية وأن أي عملية لنقل البضايع أو الركاب يجب أن يتم بترخيص من قبل الجهة المعنية وهي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من الأهالي نت إلى الاشتراكي نت اجتماع موسع بين الحكومة ومجتمع المانحين بصنعه عقد أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية وممثلي الدول والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة كرسة لمناقشة الرؤية المتعلقة باستراتيجية الشراكة رفيعة المستوى بين اليمن ومجتمع المانحين والتحديات التي تواجه تفعيل قنوات التعاون المشترك وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حرص اليمن على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة مع كافة الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والعربية المانحة وبما يسهم في فتح آفاق واعدة من الشراكة المرتكدة على مقاومات المصالح المشتركة مارب بريس وزير الدفاعية تعرض لهجوم تنظيمي موجه وهذه يقاطع مجددا اجتماعات حزب المؤتمر الشعبي العام ولقاء صالح وذكر الموقع نقلا عن مصادر سياسية يمنية مطلعة قولها إن مساعي الوساطة التي يتزعمها عدد من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام لإقناع الرئيس عبد الرب ومنصور هادي بالتراجع عن موقفه المعلن بمقاطعة اجتماعات اللجنة العامة للحزب التي يرأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد تعثرت وأن الرئيس هادي رفض حضور اجتماع عقدته قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح رغم توجيه المؤتمر الدعوى له بالحضور والاجتماع إلى المصدر أونلاين وتحت عنوان زوجة الجندي تحضر مؤتمره الصحفي وتهاجم الوزير شايف في إطار الصراع على الحزب الديمقراطي في مؤتمره الصحفي الذي يعقده الأربعاء من كل أسبوع لم يكتفي عبدالجندي اليوم بالتحدث لوحده ومهاجمة الآخرين كعادته إذ كانت زوجته الثانية نجيب الأصبحي حاضر المؤتمر وساعدته في مهمة النيل من الآخرين وطبقا لمصادر حضرت المؤتمر الصحفي للجندي اليوم الأربعاء قالت للمصدر أونلاين إن زوجة الجندي تحدثت هي الأخرى وتولت الهجوم على وزير الدولة شايف عزي صغير وهو أمين عام الحزب الديمقراطي الناصري الذي كان الجندي رئيسا له قبل أن يعلن مؤخرا انضمامه للمؤتمر الشعبي العام وأشارت المصادر إلى أن خلفيات الهجوم على صغير ناتج عن خلافات حزبية حيث يحاول عبد الجندي فرض زوجته نجيب الأصبحي رئيسا للحزب خالفا له بينما يرفض قيادي الحزب أبرزهم صغير ويقولون إن ذلك المنصب كان فخريا للجندي ولم ينص عليه نظام الأساسي للحزب وعلى ما يبدو أن ثم تنقسام في الحزب إلى جناحين أحدهما يقوده الجندي وزوجته رغم إعلانه الانضمام للمؤتمر والآخر بقيادة صغير إلى الصحافة الخارجية والبداية من صحيفة الدستور وتحت عنوان الأمم المتحدة اليمن لم يطوي صفحة الماضي والأسوأ لم ينتهي بعد حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر رأيه أنه لا توجد مؤشرات حقيقية على أن الأسوأ في اليمن قد مضى إلا أنه يعتقد بأن البلاد التي تكافح من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية الصعبة على الطريق الصحيح ويذكر ابن عمر قال عشية الانتخابات التاريخية التي أنهت عهد الرئيس علي عبدالله صالح في شباط أن الاستحقاق هو بداية طريق صعب ولكن هناك أمل رأي ابن عمر أمس أن التحديات ما زالت كثيرة وإنما لا توجد مؤشرات تدل على أن الأسوأ بات خلفنا وأن اليمن قد طوى الصفحة فعلا وما زالت المجموعات المسلحة تجوب شوارع العاصمة صنعاء ويحمل أفرادها رشاشات الكلاشنكوف على أكتافهم وبالرغم من إزالة القسم الأكبر من الحواجز الترابية والإسمنتية التي كانت تقطع أوصال صنعاء قال ابن عمر إن المسلحين انتقلوا إلى الشوارع الفرعية وخزنوا المتفجرات في المباني وأشار المبعوث الذي أشرف على اتفاق انتقال السلطة في اليمن أن الخروج عن القانون والجريمة يسيطران على أجزاء من البلاد وذلك ليس فقط في المحافظات الجنوبية والشرقية حيث تتمتع القاعدة بنفوذ كبير بل أيضا في بعض المناطق في صنعاء والمدن القريبة منها إلى الـ CNN العربية فقد طالعنا فيها خبرا تحت عنوان اليمن تبادل اتهامات حول الأدوار العسكرية بمواجهة القاعدة حيث أشارت الـ CNN إلى تشكيك قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح القوى الأكبر داخل تحالف المشترك في الدور العسكري الذي تلعبه القوات التي تخضع لقيادة شخصيات مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو من أفراد عائلته خاصة في مواجهة تنظيم القاعدة مشيرة إلى أن عمليات العرقل السياسية مستمرة وتوقعت وصول الخلافات إلى ذروتها بملفات إعادة هيكلة القيادات الأمنية وبحسب الـ CNN فإن محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية والحقوق والحريات في التجمع اليمني للإصلاح والنائب السابق عن التجمع قال إن السعي لعرقلة العملية السياسية مستمر وقائم مضيفا أن صالح يحب دائما اللعب على حفة الهاوية ويتراجع في اللحظة الأخيرة إلى جانب سخب مماثل رافق إبعاد العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق خارج صنعى بنقله من قيادة قوات الحراسة الخاصة إلى اللواء 37 مدرع في حظر موت واتهم علاو في حديث لـ CNN القيادات العسكرية المؤيدة لصالح بأنها خزنت سلاحها في مخازنة خاصة ورأى أن الملف الشائك المقبل هو إعادة هيكلة الجيش وتغيير قيادة الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع مضيفا البعض يتوقع تأجيل ذلك إلى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني وهذا قد يكون صعبا لأن هناك جهات تؤكد على ضرورة بث الموضوع قبل المؤتمر وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة نترككم إلى حلقة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه موسيقى